صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان من خلالكم بدي أوجه هالرسالة للشعب اللبناني حتى يسمع بكل أطيافه شو فيه تحية تحية لشعب سوريا البطل شعب سوريا الكبير يلي قام بأكبر ثورة يلي هي أهم بكتير من الثورة الفرنسية والثورة البولشفية ضد نظام الرعب والإرهاب والإجرام والفساد والطائفي والعائلة دبح لبنان من الوريد للوريد هذا النظام صرق المال اللبناني صرق مال الشعب اللبناني صرقه ونهيب وقتل شخصيات لبنان كل من أولة لإخيرة بالأسماء واحد ولا الثانية وعمل من سفالة الناس ووساقة الناس وصرام الناس بلبنان زعماء على لبنان وقتل زعمائهم تحية لي شعب سوريا البطل الكبير هيدي هالثورة العظيمة لك أكتر ما جيبولا جيبولا الأمم كلها وصلاح الأمم كلها أكتر من الصخوي ما جيت تشترك بضبحها وليكو باي باي يا بشار تصبح على خير ما ممكن إلا هالثورة الكبيرة يبدا تلحق بيات الأسد والضباط اللي يشتركوا بيزبحن اللي بدن يطلعوا من بشار مع بشار من سوريا بدن يلحقوهن ويلحقوا ولادن طبعا طبعا شعب لبنان بدو يلحقن كمان بدو يلحقن ويقلم بدنا المصريات ينعادوا لشعب لبنان وللخزينة اللبنانية طيب بدي يكفي ندفي إذا بتريدو خلصنا من الشعب السوري البطل الكبير اللي ضحى بكل شيء ضحى بأغلى ما بيملك بالدنيا ولا يكوه رجع ينزل على الشوارع طبعا عبكرة المسلس الرحمات مسلس الفساد وصرقة المال العام بلبنان ممثل بميشيل عان وسليمان فرنجية وبشار الرعي عفوا سيد بكركي هلا ألمودة عالسيد برجع بحديثة لحسن نصر الله برجع برجع بهدوء أنت سيد بكركي بشار الرعي مش عايب عليك بعد ما البابا فرانسيس القديس هو ما بيحب هالكلمة حدا يقوله قديس تركب بتيارات الخاصة تبع صرقة المال العام من نيجيريا إلى لبنان يعيب الشوم عليك يعيب الشوم على الصليب اللي حاملوا على صدرك يعيب الشوم عليك ارجع إلى الدائر يا قصيس الدائر طيب هلا بدي أحكي لكم عن بيت الحريرة هدول غيروا أربعطعش أدار هالانتفاضة الشعبية السلمية الكبيرة وحولوها إلى أربعطعش بازار مثل ما بيقول الوطني الكبير أحمد باك الأسعد طيب يا شباب ميسيو حريري تقبرني أول شيء وقت اللي حاولوا اغتيال الوطني الكبير الزعيم اللبناني الوطني الكبير الأستاذ مروان أحمده حصلت جلسة بمجلس النواب وموجودة على التلفزيون كانوا عندي نسخة منها لأنه باكل وقت الكمبيوتر ما كنا نقدر ناخد الأخبار ما كنا نقدر ناخد الام تي فيو هال إلا الال بي سي يحطوا لنا بس الأخبار لأنه ما عنا ديش على الكمبيوتر بيفوت فريد مكاري على الجلسة بعد محاولة اغتيال قلنا ومرجع الردد الزعيم الوطني الكبير الأستاذ مروان أحمده بيضل فيه ما نعرف أنه جماعة الحريري بيقعدوا بأخر صفا بيضل طول على فاو بيقعد حد أنتوان اندريبوس بيتطلع هيك بجرافتا قلت أنا أولكن ده قلولي عم بتفرجينا زكيك ما علي شيء ما بدي فرجيك شيء قلت أنا هلا بيقلوا بالجرافتا يشوف شو الماركة تبعي قلب فريد مكاري أكبر عملية إرهابية حصلت ملهيين بالجرافتات تشوف شو الماركة تبع أنتوان اندريبوس بس ما أنا كبير يا عباة الحريري هيدا جيبوا بارج قبل انتو ما بتعرفوا بارج بعرفوا قبل لمن يحمل هالشانتة ويجيه ما أخذ فيكتور شايته طيلقته عرب بالبلازا أتنيه اليوم بيفوت على البلازا أتنيه ليه باسمت الفريد مكاري طبعا ورجع ياخد سعد الحريري عند حلاسه ويسكره البيت إذن سعد الحريري مهما عليت مستويك بارج وحلاسه ونهاد المشنوع وانتوان اندريبوس صرت بتلبس مثل ما أنا كملبس بارج صرت ويتلبسه نهاد المشنوع ويطلع على التلفزيون ويقوم بساعة هاك ولبسيته لماذا كان يلبساك باريس نهاد المشنوع كلنا كنا نشوفه مثل ميشيل عام كان يقعد يلعب التيرسي لماذا لا يلبس هذا؟ حددناك ابن الحريري شعب سوريا بيقرر مصير لبنان انت ما فيك تقرر مصير لبنان كل واحد مشتركي ايداه بيدم الشعب السوري كل واحد من ميشيل عام لسليمان فرنجيي البشارة الروعي طبعا بشارة الروعي عفوا اليوم المودة السيد سيد بكركة قال اقليات تيتباحوا الشعب السوري هني بدن يقرره هني 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 شعب السوري بدن يقرر اذا فكركم بك تستغلوهم وتجوا انو بعدين تقولوا بدنا نعمر سوريا وتجيبوا اول التروبي من لبنان وانتو تدبروا حالكن بالعمولات طمنوا بالكن شعب سوريا ديرس كل شي وبيعرف كل شي اذا فكركم بك تستعملوا مطور بيروت وتقبضوا هالملايين تالب طوع البدا تجيء على سوريا طمنوا بالكن شعب سوريا ديرس كل شي طمنوا بالكن طمنوا بالكن انتو استفدتوا اللبنانيين من هالعرب كلهم على دمهم وقت الاجهوا الفلسطينيين بـ 48 بوقي الدول العربية اغدت المخيمات وانتو خدتوا الاغنية وفتحوا لكن البنوكة استغليتوهم اللي عمر بيروت هني السوريين يهربوهم من الانظيمة التأميمية تبع الجاهلية العربية يأمموا قول مالن اللي عملها البنيات ببيروت والتجارة ببيروت عمرت من الحلبيين اللي هربوا من سوريا من التأميم وايجوا اذا استغليتو كل شي هلأ فكركم بك انت استغلوا شعب سوريا طمنوا بالكن كيشفكم كتير الشعب السوري طالما المودة سيد لسيد حسن نصر الله عفوا سيد الكل شرف لبنان المقاومة وهنا حولن حسن نصر الله اهم طائفي بلبنان الى مرتزقة مرتقزقة تيقدروا ياخدهم عيشات تيقدروا ياكلوا بدل ما يحطهم بالوظايف متل ما عمل ميشيل عان وسليمان فرنجية اكلوا المال العام وحطوا كل ازليمهم بالمراكز وقرطوا المال العام بهالشكل هذا تشوف فيلايات انه تشوف كيف نعيشين يا ميسيو حسن نصر الله روحة 2000 شاب بسوريا تقتل شعب السوري البريء ما قالوا علاقة بشي معك تفوت اقلاتي تتبحها روحة 2000 شاب وشي 5000 4000 5000 جريح مشان تخلى هلم جرير بالسياسي امثال ميشيل عان وسليمان فرنجية وبشارة الراعي هداك يقول الاقليات تيركب على الطائرات الخاصة ويغد الشيكات وهوليك تيحطوا ايدا على المال العام ووصفوا جماعتهم وانت تتبح شعب الطائف الشيئي بقلوب سوريا ما في سبب سوى مرضك هام بعقلك مريض على الطريقة الهتلرية هيدا مرض بشارة الاسد مريض مثليك بايوا ما كان مريض هيك كان ينفز ويخطيت هيدا كل الوضع اليوم كامش لبنان بتجيب هالمقاطلين على الريزورت تيرتاحوا متل ما كانوا بفيتنام ينقلون على كمبوديا على لوس حتى يعدوا يرتاحوا ويرجعوا يعملوا البديل يبدلوهم وانه شيء ما بتقدر انت تأمنوا بالأمن للكون بتأمن لك يا وزارة الدفاع ومديرية قوى الأمن الداخلة ها هي كلها صحيحة بلكن شعب سوريا ما راح تقدروا عليه دبح بشعبك يا حرام يا حرام تدبح بشعبك بدل ما تقوم هلا وتقدم لنا لرئاسة الجمهورية اللبنانية تقدم لنا على طريقة نسيب على صورة ومثال نسيب الحود على صورة ومثال العميد ريمون قدي زون تروح تبرمين في شباب مثل الوزير السابق ميشيل قدي وليده وتجي وتقلنا هؤلاء هؤلاء هم أبناء ايه يا حرام جاي تقلنا ميشيل عان وسليمان فرنشيه بيتحكوا عليك نينين بيتحكوا عليك وبشعب الراعي بيتحكوا عليك بيتحكوا بيتحكوا عليك سيد سيد الكل خلص رياحة بيتحكي عليك بس اعطيني رئيسة الجمهورية خود سيادي خود كل شي كل شي اللي بالدكية انا بمضي لك اش بتقول واصلا ما بمضي هيدا الخطم انتوا مستعملوا بوزارة الصحة للخطم وخدوا هالخطم وانتوا مضوا مثل ما بتكون بيت الحريرة طبعا طبعا ما في شك الشهيد الكبير رفيق الحريري هيدا ما في شك شهيد الوطن ولكن بعد منه بيت الحريرة بدوا يلعنكن التاريخ لعني لعني انت سعد الحريري وهالاجيال اللي معك ما فيك لي شعب سوريا البطر وما فيك تغشه فيك تغش اللبنانيين ببارج وبانطوان اندريوس وبني هاد المشنوع وتلبسن وتوقفن بس ما فيك تغشه بسوريا شعب سوريا ضقحة بأعراضه روح تشوف اشعني عملوا بالبنات وبالنسوان طبع هالثورة اللي كيمشينا وخطينا بالسجون ويلي عملوا فيهن اكتر ما عملوا وقطلوهن هيدا شعب انت ما فيك تركع وجاي هلا بدك سوليدار تاني بسوريا تتسرقن منيح وتاكلن منيح مانا ويردي يا سعد الحريري مكشوف اكتر من الزوم انت واللبنانيين طم من بالك برجع بكرر قبل ما اتركك ليه كيستروبا بيتاخذ من لبنان طم من بالك طم من بالك وليه بور ترابلس وبيروت فيك انت استعملوا تتنقلوا لبضاعه مانا ويردي بيت الحريري تستغلوا هالشغلي وتعملوه مانا ويردي أبدا اتمكنتوا من بشار قال عبدالحليم خدام لما رأى لندن تايت طباب ويقول تايت على ما عادش شهر ورجى جاب معه محوض بفرقة لبنانية سرقوا من لبنان طاها ونجيب مئاتي ستة مليار دولار سرقه سرقه مثل ما قلن عمر الكرامي بمجلس النواب الرئيس عمر الكرامي شكرا و ألف شكر يا أصحاب أقليم الحرة في لبنان